السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب على M.C. مصر النهاردة الأهلي بالتخصص فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف من وانا صغير ما شفتش أي نتيجة إجابية للإسماعيلي مع النادي الأهلي خالص فصدق أو لا تصدق بعد ما كانت المباريات بين الأهلي والإسماعيلي فيها ندية فيها قوة كنا بنشوف زمال الإسماعيلي بيكسب أربعة ثلاثة وثلاثة سفر وكلام ده خلاص ما فيش خالص فلازم أقول ليه لازم أقول لأن الإسماعيلي مش الفريق اللي هيرتضي إن هو يؤدي أداء جيد قدام النادي الأهلي فقط لغير أو قدام الزمالك أو قدام أي فرقة هاب جلال ليستمر آه يستمر طبعا إن هي القماشة اللي عنده كده لكن نفسنا نشوف الدرويش والإسماعيلي لأنه بيصعب علينا جدا 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 المستوى اللي بيظهر به نادي الإسماعيلي وبيعاني في كل مباراة في كل مباراة بيلعب الأهلي بيلعب الجونة بيلعب يعني زد بيلعب أي فرقة بيعاني نادي الإسماعيلي حتى لما بيكسب نادي الإسماعيلي المكسب بتحس إن هو فاس بالدوري لا مش ده الإسماعيلي يا جماعة اللي احنا نعرفه أكلمكو بجد يعني في حصرة كده وانت بتتفرج على المباراة ومش مباراة الأهلي بس لا أي مباراة النهاردة تقلق غير عادي لمصطفى شبير مصطفى شبير تقلق غير عادي كان ممكن النتيجة عادية جدا تبقت عادة لكن المكسب راح لللي عايز يكسب مش عايز يقدي أداء أداء طيب مش ده الإسماعيلي مش الإسماعيلي بتاع الأداء الطيب وبتاع يعني هو يقدم مستوى كويس إسماعيلي النهاردة بتدور على الفرقة فرقة فاضية من الأسماء عمر الإسماعيلي ما بيكون كده إسماعيلي اللي خرج يانهر بيض خرج إيه إسماعيلي عماد سليمان إسماعيلي خالد الأماش الإسماعيلي محمد حازم احنا عارفين طبعا الظروف اللي ممرن بها النادي الإسماعيلي لكن بقت كتير بيني وبينكو كتير على جمهور الإسماعيلي خالد الأماش عماد سليمان حمد الروبي سعفان أدهم السلح دار فكري الصغير أبو جريشة محسن أبو جريشة عائلة أبو جريشة حمص حسني فتحي معوض نحاس بيبو شاطر عمر جمال إيه؟ إيه ده؟ كلهم لعبة دولية إنما الإسماعيلي يوصل للحال بيل كده أنا صعبان علي يا نادي الإسماعيلي ويا ما سندنا والراجل أهب جلال جهاز فني الوحيد اللي يقدر يطلع بيك بالأداء ده كمان يعني دول لو مش موجودين الموضوع كان هيبقى كارسي والله العظيم هو عتحمل الجهاز الفني حاجة مين معاه في الملعب؟ مين معاه؟ مفيش يعني الدكة اللي قعدة ما تزعلوش مني الدكة الجهاز الفني أتقل من اللعيبة كتير حمد إيهب جلال عماد سينمان كل أحمد حسان ميدو يعني الدكة اللي قعدة أسمائها أتقل من اللعيبة فالناس دي هتعمل إيه؟ ورغم كده شفنا إن الإسماعيلي كان هيتعادل لسه في حاجة حلوة حافظوا عليها دعموا نادي الإسماعيلي الإسماعيلي محتاج دعم فعلا محتاج دعم محتاج أسماء لكن كل ما إسم يطلع يمشي باهر المحمد يطلع إسم هب يلا مع السلام آه عشان الفرقة تعيش طب هو بعدين والجماهير هتعيش إزاي؟ دي الجماهير بتتنفس كورة بجد بجد حرام اللي بيحصل في الإسماعيلي الإسماعيلي دي فرقة جامدة جدا يا جماعة الإسماعيلي كان بيكسب التراجي رايح جاي الإسماعيلي وصل لنهاية أفروكيا الإسماعيلي أول فرقة خدت أفروكيا مش دا الإسماعيلي خالص طيب معلش هي بقى مش متحضرة هي جات كده لأن الإسماعيلي بالنسبة لي حالة معنا مين؟ طيب كابتن حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أهلا بيك وهارد لك وكانت الإمكان أفضل مما كان حبيب يا مهيب والله الحمد لله رب العامين بحمد ربنا بشكر ربنا أنا طبعا أنا هنا بقول أنه أنا زعلان جدا النتيجة بالنسبة لنا مش مرضية أنت بتاعب النادي كبير جدا النادي الأهلي لكن برضو يعني ده اللي كان نفس اللعيبة تبقى بتشد على عزرها شوية وأنه لازم تبقى أنت عندك صيقة أنك أنت ممكن تكسب وتقدر تعمل الكلام ده وده لما بيجي على أرض الواقعة مهيب ونقول يعني أنا بقول أن أنا بحيي مصطفى شبير أنه قدر يخرج بالمباراة يعني بالنتيجة دية لو مصطفى شبير مش موجود النهاردة ما عرفش إيه اللي كان ممكن يحصل تلت فرص محققين جدا طعبين جدا أن هما يخرجوا بالشكل دوت لكن أنا بحمد ربنا وبشكر ربنا اللي عيبة برضو بقادي وعمل موجود كبير جدا لكن أنا نفسي يبقى النتائج إيجابية ما تبقاش مش كل مرة نقول الأداء جيد نفسي يبقى الأداء جيد والنتيجة برضو إيجابية وده ما عرفش يعني التوفيق لسه لكن في الأول في الآخر أنا بحمد ربنا وبشكر ربنا وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن مهيب وإن شاء الله بإذنكم بص يا كابتن أنتو الجهاز الفني الوحيد اللي قادر أنه هو يرجع الإسماعيلي إسماعيلي تاني إزاي أنا معرفش لكن أنا بجد بشفق عليكم ومن اللي بتشوفوه ومن الماتيريال اللي عندكم ومن اللعيبة اللي عندكم لكن أنتو كجهاز فني يعني أنتو الوحيدين اللي عاملين التوازن اللي هو الضعيف جدا لنادي الإسماعيلي غير كده الدنيا هتقع خالص هنروح في حتة تانية خالص لكن إمتى الإسماعيلي يرجع إسماعيلي والله يا مهيب أنا بقول برضو يعني الإسماعيلي نادي كبير جدا ويستحق مننا أكتر من كده بكتير وإحنا بنشتغل في نادي كبير ويا رب نقدر نعمل حاجة كويس أنا بقول للنادي بقى اللي أربع خمس سنين يا مهيب بيجرف باللعيبة بتاعته بتخرج ولعيبة كتير جدا بتيجي النادي الإسماعيلي ما تستحقش ابنها تبقى موجودة في النادي الإسماعيلي أيوه لكن أنا بقول دوت يعني إدارات سابقا ما تعرفش إيه اللي كان موجود لكن في الأول وفي الآخر أنت بجيب بالعيشين لعيب سيزون واحد والعيشين لعيب ما بيلاعبش منهم واحد ولا اتنين وده أمر صعب جدا وبعدين بيطلع العيشين يعملوا فيك أواضي وشكاوي في البيضة وبتعمل لك مشاكل كبيرة جوه النادي يعني أنا بشفخ كمان على البشرانس ناصر عبد الحسن والمجلس الضرب صراحة ربنا يكون فعولهم وأنا بشوف الموجودة الكبيرة اللي هم بيحاولوا يأملوه لكن في الأول وفي الآخر التركة صعبة جدا بنحاول أن نحن نخلص منها إن شاء الله حاولنا ندمج اللعيبة الصغيرة مع الناس اللي كانت موجودة مع بعض اللعيبة اللي احنا جبناها وما كانش عندنا حلول كبيرة جدا في الكلام دوت لأننا عايزة تفاصيل كبيرة جدا نتكلم فيها ليه ما معرفناش نجيب حد أو كده لكن في الأول وفي الآخر وانت فردت في ناس برضو لعيبة ما كانش مفروض نفرد فيها وما كناش قادرين لكن عشان مصلحة النادي اللي اسماعيلي كنا لاجم نفرد فيها لأن كان القيد لو ما تفتحش هيجي بعد كده عليك بخصم بناط وممكن بعد كده ممكن يتاخد خرار بهبوط الفرقة أو أي حاجة بالكلام دوت فإحنا فضلنا أن نتصرف في الكلام دوت ونفرد في اتنين لعيبة من أهم لعيبة في الفرقة وقبلهم باهر المحمدي كابتن الفرقة الكلام ده مهيب ما بيحصلش كتير أنا بقول والله مش عشان شغال مع كابتن ايهاد لكن فعلا كابتن ايهاد ربنا يكون فعرونه أنا سعدت والله رشبك عليه جدا لكن في الأول وفي الأخر الحمد لله بقى عندك فرقة كويسة فرقة تقدر تشتغل فرقة أنت متحكم في الرتم بتاعها فرقة بكاب الفرقة الكبيرة دلوقتي ما فيش مشكلة بس نقص سنة بقى مهيب ان انت ازاي تقرص على نفسك هتاخد الثلاثة بونت ازاي تقرص على نفسك دية في الملعب دية أنا بقول للعيبة يعني والله بكرة دي اذا مهيب أنا بقول لو حدنا بس مبريتين بستة بونت واربعة وتطلع في حجة كويسة هتلاقي الفرقة دية مهيب هتلعب كرة انت نفسك هتتبسط منها كمان هتتبسط والله العظيم الواحد بيستنى ماتشاط الاسماعيلي يتمتع والله لو اي 11 هيلعبه اتشارت الاسماعيلي واسم درويش بتحس ان فيه متعة في الماتش بتستنى ماتشاط الاسماعيلي يا جماعة طبعا انت بتلعب في نادي كبيرة يا مهيب طبعا ونادي له اسم طبعا يعني كان هو المسلس بتاع قرط القدم في مصر كان موجود لكن انا بقول لأربع خمس سنين اللي فاتل دوله يا مهيب يهز زي حد يهز زي حد ان شاء الله ان شاء الله تعود درويش والسيمفونية يا رب نقدر نعمل التامج ده ونقدر نرجع الكامل مهيب تاني يا رب يا رب تحياتي تحياتي لكابتن اهاب جلال وليكو جميعا وربنا يكرمكم ان شاء الله بإذن الله كابتن محمد المدرب العام لفريق الاسماعيلي طيب